الوضع المتعلق بالفلاح وعدد من الشركات الاهلية التي قام المواطمون بانشائها خاصة في المجال الفلاحي ولكن في عدد من القطاعات الاخرى وبادروا بتنظيم هذه الشركات وتم وضع القانون الاساسي في امر حتى نيسر لهم انشاء مثل هذه الشركات وحتى يخلق الثروة وهو امر ليس بالمستجد ويمكننا ان نستنبط طرقا جديدة لخلق الثروة لان الشباب ثروة ويكفي منحه الامكانيات التي تمكنه من خلق الثروة وستنجح بحول الله تعالى بالرغم من التشكيك وبالرغم من ان الذين لا يعرفون اي شيء يدعونه المعرفة